وإيه جولة كده سريعة وإيه أحوال التقص في كافة المحافظات هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع أن يشهد اليوم تقص حار رضب نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة ورضب ليلة خلونا مع حضراتكم نتعرف على تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهية الأرصاد الجوية صباح الخير دكتور محمود صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين أهلاً بحضراتك بأن يومين كده بنحس أن الجو بدأ يبقى لطيف شوية درجة الحرارة معقولة هل الكلام ده مكمل معانا وأخبار الجو إيه النهاردة؟ أه الحمد لله طبعاً يمكن إحنا الفترة دي من بداية الأسبوع بنشهد طقس خريفي مستقر تماماً بتكون معاي الأجواء حارة ورطبة خلال فترات الظهيرة تحديداً ولكن خلال ساعات الصباح الباكر وخلال ساعات الليل بتكون الأجواء معتدلة تماماً على كافة مناطق الجمهورية يمكن طوال الأسبوع ده درجات الحرارة كلها على القاهرة تتراوح ما بين الواحد وثلاثين لثلاثة وثلاثين درجة مئوية مع وجود بعض نسمات وهبات الرياح الخفيفة اللي بتزود أحساسنا باعتدال الأجواء ده نطلع مستمر معنا اليوم إن شاء الله ومستمر معنا كمان حتى منتصف الأسبوع القادم على الأقل درجات الحرارة كلها بالنسبة للقاهرة ما بين الاثنين وثلاثين لثلاثة وثلاثين درجة مئوية فتصل إلى أربعة وثلاثين درجة على أقصى تقدير ده بالنسبة للقاهرة الكبرى بالتأكيد السواحد الشمالية بتكون أل من القاهرة من حيث درجات الحرارة وكلما تجهنا جنوباً بترتفع درجات الحرارة كما هم معتاد لكن إجمالاً إحنا زي ما قلنا في طاقس خريفي بتكون فيه درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية إن شاء الله ما فيش أي ارتفاعات في درجات الحرارة متوقعة حتى منتصف الأسبوع القادم على الأقل وكمان عندنا الشبورة المائية الخفيفة اللي بتكون خلال طاقس الخريف الحمد لله مستمر معنا ما فيش ارتفاعات أو أي موجات حرة زي ما حضرتك قلت المنتصف الأسبوع اللي جاي بالنسبة بقى ليه الشبورة المائية صباحاً مع بدايات فصل الخريف وده احنا يعني على أبواب فصل جديد في بعض الأحيان كده منشوف زي ما شبورة كده خفيفة وتحديداً على الطرق السريعة الموضوع ده هيبقى معانا الفترة اللي جاية ونتعمل معها ازاي؟ بالتأكيد طبعاً الشبورة المائية الخفيفة مكملة معانا الفترة دي وإن شاء الله مش هتكون كثيفة ومش هتعطل رؤية الأنفقية على الطرق بشكل كبير طبعاً زي ما حضرتك عارف أن فصل الخريف ويعتبر هو فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة فبنلاقي في بعض الأحيان ارتفاعات في درجات الحرارة أحيان تانية انخفاض في درجات الحرارة شبورة المائية بتكون في بعض الأحيان كثيفة بشكل ملحوظ في الفصل الخريف لكن خلال نقول طوال الفترة اللي أشارنا إليها حتى منتصف الاسبوع القادم إن شاء الله شبورة المائية هتكون شبورة مائية خفيفة غير مؤثرة بالشكل الكبير لكن لازمنا بنأكل طبعاً على تواخل حضر التام بالنسبة للمسافرين خلال الطرق حتى ولو كانت الشبورة المائية خفيفة عندنا زي ما احنا ملاحظين نشاط نسبة لرياح على العديد من مناطق الجمهورية فده يمكن بيزود إحساسنا شوية باعتدال الأجواء وبيلطة في الأجواء بشكل كبير فكلها طبعاً زي ما قلنا أجواء خريفية ومستقرة إن شاء الله بكملة معانا المنتصف في الاسبوع القادم أخبار الجو بالليل إيه فاند؟ طبعاً خلال ساعات الليل بدأنا نلاحظ إن الأجواء بدأ يبقى فيه سنة فرودة كده بدأت درجات الحرارة تنقفض بشكل نسبي عن الليالي اللي فاتت الصغرى على القاهرة بدأت توصل لـ 22 درجة مئوية ده طبعاً مع وجود نشاط للرياح خلال ساعات الليل وإن كانت سرعته لتتجاوز 35 كم على الساعة لكن الأجواء ليلاً معتبلة تماماً ومع ذلك إحنا نجلنا بنأكد إن نوعية الملابس سواء خلال ساعات الليل أو خلال ساعات الصباح الباكر لازلت حتى الآن ملابس صيفية هتكون مناسبة طبعاً للأجواء بالنسبة لحالة البحر في المدن الساحلية وحركة الصيد البحر المتوسط تحديداً سرعات الرياح عليه معتدلة تماماً وبالتالي ارتفاعات الأمواج على البحر المتوسط في الحدود الأمنة والمسموح بيها لا تتجاوز الـ 2 متر وبالتالي مؤهل تماماً لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية بالنسبة للبحر الأحمر نبين المعتدل إلى المضطرب في بعض الأحيان بتصل عليه ارتفاعات الأمواج أحياناً على مناطق من شواطئ البحر الأحمر لـ 2.5 متر لكنه نقدر نقول أنه إجمالاً أيضاً مؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية معدى بعض الشواطئ أو المناطق الطفيفة منه فده يمكن بتكون في بعض الأحيان غير مؤهلة بالنسبة للمصيفين هناك لكن إجمالاً زي ما قلنا الحركة هناك معتادلة تماماً مع الطقس الخريفي واللي ممكن يشهد زي ما حضرتك قلت بعض التقلبات الفترة اللي جاية أبرز النصائح اللي ممكن توجهها للناس إيه طبعاً 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 الطقس بدأ يتقلب طبعاً بدأنا نشوف تقلبات جوية حادة وسريعة وهتزداد وتردها الفترة اللي جاية لا يبقى كده أصبح ضرورة مليحة على المواطنين المتابعة اليومية للمشارات والتحجيرات الجوية اللي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية بشكل يومي كمان المسافرين على الطرق خلال ساعات الصباح الباكر حتى وإن كانت الشبورة المائية خفيفة لكن لازمنا بتأكد على توخي الحضر التام واتباع كافة تعليمات المرور كمان بالنسبة لطلبة المدارس خلال ساعات الصباح الباكر الكل بدأ يسأل نوعية الملابس وذي ما قلنا نوعية الملابس حتى الآن هي ملابس طيفية ممكن إن شاء الله بعد مرور أول شهر أو أول فترة من فصل الخريف نبدأ نقول إن خلال ساعات الصباح الباكر نبدأ نزود قطع الملابس بالنسبة للطلبة بنشكر حضرتك الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية وصباح الخير على حضرتك دلوقتي تعالوا مع حضرتكم نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في أغلب أنحاء مصر وكافة المحافظات هنبتدي طبعا بالقاهرة العظمة 33 الصغرى 22 العاصمة الإدارية 33-21 نروح لمحافظة اسكندرية العظمة بتسجل 29 الصغرى 22 العالمين الجديدة 28-21 أما مطروح 28-21 دميات 31-24 برسعيد 29-25 ومحافظة الإسماعيلية العظمة فيها 33 الصغرى 21 ننتقل مع حضرتكم ليه السويس العظمة 33 الصغرى 22 العريش 30-21 كاترين 29-17 طابة 32-25 حلايب 34-28 شلاتين 36-27 شرم الشيخ 36-27 أما الغرداء العظمة فيها 35 والصغرى 26 نروح للفيوم العظمة 33 الصغرى 22 بني سويف 33-21 الوادي الجديد 38-24 أصيوت 34-21 سوهاج 36-22 أما محافظة قنى أعلى درجة حرارة هي والأقصر 39 العظمة الصغرى 24 الأقصر العظمة 39 الصغرى 24 أما أسوان أربعين 25 عفوا أسوان هي أعلى درجة حرارة على مستوى محافظات مصر النهارة